السلام عليكم ترتيب العمليات الحسابية بقيوعة أوبيراتور لكالكول في هذا الجدول ستتعلم كيف تحسب تعبير جبري فيه مجموعة من العمليات ضرب الجمع قسمة وطرح كمصطلحات الجمع كنسميها لادسيون طرح وطرح وقسمة وضرب ميتيبليكاسون إذن نرى الأولوية سنبدأ بأول حالة اللي كيكون عددنا فيها واحد الإكسبريسو ألجيبريك فيه غيء الجمع والطرح إذن القاعدة كتقولنا لك أن واحد الإكسبريسو ألجيبريك فيه غيء الطرح والجمع يعني لادسيون والسوستركسون فالعمليات تنجز من اليسار إلى اليامين من اليسار إلى اليامين إذن دائما في الرياضيات كمشو من اليسار إلى اليامين إذن في هذا المنحة هذا إذن نحسبوه لدينا العدد A يساوي 12 ناقص ثلاثة زائد 5 إذن عمليات الطرح وعمليات الجمع سوستركسون أديسيون إذن نبدأ بأول عملية اللي هي الطرح اللي كينا في الأول إذن 12 ناقص ثلاثة تساوي 9 زائد العدد 5 إذن نجزنا العملية الأولى اللي هي عملية الطرح بقى ناقص ثلاثة الجمع إذن 9 زائد 5 تساوي 14 إذن هاتي القاعدة الأولى اللي فيها تعبير كيكون فيه فقط الجمع والطرح الآن ذا بمكي كوهدنا واحد اللي كسبحسو ألجيبريك فيه القسمة والضرب ديفيزيو والمتوبلكاسو إذن بحل القاعدة الأولى تنجز العمليات من اليسار إلى اليمين من اليسار إلى اليمين إذن العملية الأولى هي القسمة إذن 12 مقسم على 3 تساوي أربعة والعملية الثانية اللي بقاس هي الضرب إذن 4 في 5 تساوي 20 الآن ذا بمكي كوهدنا واحد تكسبحسو ألجيبريك فيه الجمع والضرب والقسمة وفيها أقواص إذن أول خطوة حساب ما بداخل الأقواص ثم الضرب والقسمة ثم بعد ذلك الجمع والطرح إذن دائما الأولوية كنت تعطي حساب ما بداخل الأقواص لمرحلة الثانية كنتدوزو الضرب والقسمة والمرحلة الثالثة الجمع والطرح إذن سي تساوي ماذا؟ إذن لدينا الجمع الضرب ولدينا الأقواص إذن نبدأ بحساب ما بداخل الأقواص كنت أرجع نكتب العداد إذن مضروبة في ماذا؟ إذن نحسبه ما بداخل الأقواص ثلاثة ناقص واحد إذن ندعو الجمع والضرب إذن الضرب يصبح الجمع إذن ثلاثة زائد أربعة وعاد كنت نجلس في الأخير عمليات الضرب إذن ندعو القسمة والضرب أو الضرب والقسمة ثم الجمع والطرح إذن نبدأ بأول عملية كالكوليئة إذن أكت ساوي ثلاثة ناقص نفتح المعقوفة ثمانية مضروبة في عشر ناقص ثمانية زائد إذن لدينا معقوفة ولدينا أقواص إذن نبدأ بالأقواص الداخلية الأقواص الداخلية إذن نعاود نكسب هذه الأعداد ناقص معقوفة ثمانية مضروبة إذن عشر ناقص ثمانية تساوي على أعداد اثنان زائد تسعة إذن نحسب ما بداخل الأقواص ما بداخل الأقواص لدينا ثمانية فجوج زائد ثسعد إذن ثمانية فجوج تساوي ماذا ندعو معقوفة ثمانية فجوج ستاش زائد ثسعد إذن ثلاثة ثلاثة نحسب هذا التعبير للداخل 16 زائد السعود إذن 25 إذن 33 ناقص 25 تساوي العدد 8 كالكولي A كالكولي 2 إذن بنفس الطريقة لدينا ضرب جمع ثم أقواس إذن نحسب ما بداخل الأقواس إذن جوج ضربة 6 زائد إذن 14 ناقص 11 تساوي ثلاثة إذن نريدنا ضرب ثم الجمع إذن الضرب عد الجمع إذن جوج تساوي 12 زائد ثلاثة تساوي 15 كالكول كالكول A مقصونا على سبعة من ضربة في السعود ناقص جوج زائد أربعة إذن الأقواس ثم ضرب القسمة ثم الجمع والطرح إذن الأقواس هما الولا إذن حساب ما بداخل الأقواس إذن السعود ناقص جوج كاترين سبعة زائد أربعة إذن هناك ندير ترتيب إذن 21 مقصومة على سبعة 21 مقصومة على سبعة هي ثلاثة إذن مضربة في سبعة زائد أربعة إذن الضرب عد الجمع إذن ثلاثة في سبعة واحدة وشرين زائد أربعة تساوي 25 أربعة إذن نبدأ بحساب ما بداخل الأقواس إذن 8 أربعين ناقص إذن نحسب ما بداخل الأقواس عدنا عملية الجمع تمام الطرح إذن ندير الترتيب إذن ثلاثة زائد سبعة عشرين ناقص مليا 25 ناقص 23 تساوي جوج إذن ثمان أربعين كنحسبوهما بداخل الأقواس عشرين ناقص تمامية تساوي 12 مضروبة جوج إذن الضرب كسبق الطرح إذن 12 جوج هي 24 دائما كنحافظ على الترجمة بالعادة 48 عاد كنكتب يعني بخودوي هو 24 إذن 48 ناقص 27 تساوي ماذا تساوي 24 20 إذن كتلخيص فعندما يكون عند النوحة السلسلة من العمليات فدائما نبدأ بحساب ما بداخل الأقواس ثم بعد ذلك عمليات الضرب والقسمة الترتيب ثم الجامع والطرح موسيقى موسيقى